تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر مارس الماضي وثمن رئيس الوزراء الجهود التي تقوم بها منظومة الشكاوى الحكومية وأكد التقرير الذي استمع له رئيس الوزراء أن المنظومة تعاملت مع 2375 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا في شهر مارس كما تم إنهاء إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3150 كرت تكافل وكرمة اتساقا مع مبادرة رئيس الجمهورية بشأن توفير حياة كريمة للمواطنين كما تم التعامل أيضا مع 2075 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ضمن رهود دبط الأسواق وتوفير السلع بهدف حماية الفئات البسيطة ترجمة نانسي قنقر